لم يكن اليسار الفرنسي ضعيفا ومفككا كما هو اليوم بحسب استطلاعات رأي ومراصد الحياة السياسية برغم تقاطع أطرافه في قضايا عديدة محلية وخارجية المرشحة عن الحزب الاشتراكي آن إيدالغو رفضت قبل يومين دعوة من حزب البيئة للتوافق على برنامج موحد للمنافسة على كرسي الإليزي إيدالغو التي تحمل إرثا اشتراكيا من الهزائم والتفكك تراهن على انتفاضة اشتراكية تستقطب أصوات اليسار في الطريق إلى الرئاسة رهان يرى فيه يساريون كثر مجرد وهم ومكابرة من قيادة الحزب الاشتراكي الذي وبحسب استطلاعات رأي يعيش أزمة هوية ولسيما من خلال نزعات يمينية أصابت كوادره وجزءا من قوته الناخبة يساريون آخرون وفي طليعتهم زعيم حزب فرنسا غير الخاضعة جان لوك ميلونشون ورئيس حزب البيئة يانيك جادو مرشحان رسميا لكرسي الرئاسة وبينهما مرشحون عن الحزب الشيوعي وأحزاب مثل مناهضة الإمبريالية والقوة العمالية التقاطعات بين هذه الأطراف كثيرة وشهدت الأحداث تنصيقا بينهم لكنهم حتى هذه اللحظة لم يكتشفوا مصير التحالفات في الانتخابات الرئاسية سمتها الأساسية القتال حتى الرمق الأخير حول هوية فرنسا كما عبر غير مرشح المنادون بوحدة اليسار وتضامنه في وجه اليمين المتطرف والرئيس الحالي إمانيويل ماكرون لم ينال منهم اليأس جرت وتجري محاولات كثيرة وجدية لتوافق أطراف اليسار على مرشح يمثل الجميع لكنها لم تحقق هدفها ووجهت بخلافات وتناقضات في الشكل والمضمون بالرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 66% من ناخبي اليسار يدفعون باتجاه اختيار مرشح واحد لمواجهة ماكرون ومارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف والوصول إلى الدورة الثانية التي إما ستشهد انبعاث اليسار موحدا وإما هزيمته الصاحقة متفرقا